اشتركوا في القناة والمعروف في القانون ان الاهلية تعرفها كل من بلغ سن 21 سنة ميلادية عاقل بالغ رشيد لا يشوبه اي شائبة من عوارض الاهلية بيبقى كده عنده اهلية انه تصرف جميع تصرفات القانونية بالبيع والشراء وحق مزاورة الحقوق السياسية وغيرها كل الحقوق المتاحة ليه في المجتمع بيكون معاه ومن حقه يمارس هذه الحقوق يبقى تعرفها انه كل من بلغ سن 21 سنة ميلادية عاقل بالغ رشيد دي شروط التي يجب ان تتوافر في الشخص حتى نطلق عليه انه كامل الاهلية في الحالة دي بيبقى مؤهل انه يقوم بكل التصرفات القانونية المتاحة ليه طيب فيه استثناء بقى وارد على هذا التعريف وهو انه بيعتبر الشخص فاقد الاهلية او ناقص الاهلية يعني مصطلحين على فكرة فاقد الاهلية غير مصطلح ناقص الاهلية قانونا او بالتكيف القانوني فانا عندي حالتين في الجزئية دي مهمين جدا انا عندي حاجة اسمها عوارد الاهلية وحاجة اسمها موانع الاهلية يبقى الاستثناء بتاع العوارد ايه هي العوارد عوارد الاهلية انه اذا بلغ الشخص ويوجد به عارض من هذه العوارد يبقى بتمنعه من انه يمارس حقوقه طيب ايه العوارد دي زي ايه زي الجنون والسفه والعته والغفلة فاذا بلغ الشخص وهو يتشوبه عارض من هذه العوارد او يعني عنده عارض من هذه العوارد يبقى فاقد الاهلية طيب بس لو بلغ وهو عنده هذه العوارد لا ممكن لو بلغ معافى من هذه العوارد صحيح وسليم وكل حاجة ولكن بعد كده اصابه طرق عليه عارض من عوارد الاهلية او مانع من موانع الاهلية في الحالة دي بيرجع بقى ويبقى طيب احنا بقى في الحالة دي هنشوف مع بعض اول حاجة يشترط القانون لاكتساب الشخص صفة التاجر ان يكون متمتعا بالاهلية التجارية ده بقى بالنسبة ما يخصنا احنا احنا اتكلمنا عنها بالمفهوم المدني طيب فالاصل خلي بالك الاصل ده اللي هو القانون تبقى للقانون المدني اللي احنا لسه ادينه دلوقتي انه كل من بلغ سن 21 سنة ميلاديا عاقلا رشيدا يترتب على ذلك صحة كافة التصرفات القانونية التي يبشرها دون التفرقة في ذلك بين مصري واجنبي حتى لو كان قانون دولته يعتبر قاصر دي القاعدة العامة والقاعدة العامة وفقا للقانون المدني يعني تكيف بتاحها العام طيب بص معي بقى هنا في استثناء اهو يستثنى من ذلك من يبلغ هذا السن ولكن يعترض عارض من عوارض الاهلية او يمنعه مانع زي ما قلنا في عوارض للاهلية وفي موانع للاهلية او يمنعه مانع من مباشرة التصرفات بنفسه طيب يبقى احنا كل ده احنا بنتكلم عن الاهلية وفقا للقانون المدني وسن الاهلية بالنسبة للقانون المدني احنا لسه ما دخلناش في موضوعنا اللي هو الاهلية التجارية عشان هنعرف انه في فرق بين سن الاهلية في القانون المدني وسن الاهلية التجارية اللي احنا هنتعامل على اساس واخن اخدنا قبل كده انه الشخص امتى اكتسب صفات التاجر خلاص وقلنا تعريف التاجر وقلنا الشروط التي جاب انت تتوافر في الشخص حتى نعتبره تاجرا طيب وقلنا كمان بعد كده التاجر بقى لو خلاص توفرت فيه هذه الشروط وبقى تنتبق عليه صفات التاجر ايه بقى الحاجات اللي بتطلب منه في هذه الاسناء وقلنا انه اهم حاجتين بيتطلبهم القانون في الشخص الذي تنتبق عليه صفات التاجر هو امساك الدفاتر التجارية ده نمرة واحد تاني حاجة القيت في السجل التجاري ورجعنا في الحلقة اللي فاتت وقلنا انه امساك الدفاتر التجارية قلنا عددها وقلنا اهم دفترين فيها اللي هما اليومية والجرد وقلنا انه يجب وانه فيه شروط قانونية محددة حددها القانون يجب أن تتوافر في الدفتر اللي بيكون مع التاجر وأنه على التاجر أنه يلتزم بهذه الشروط فيه دفاتره وأنه الدفتر المطابق للشروط لحددها القانون بيكون حجة في الإثبات ليه أو عليه وحجة في الإثبات ضد الغير أو تجاه الغير فأي نزعات تجارب بيتم طيب جميل وإذا كانت مش مطابقة للشروط يبقى لا تعتبر حجة في الإثبات وقلنا حجة في الإثبات يعني دليل إثبات أحد القرائل والأدلة المهمة في الإثبات التجاري جميل جدا وقلنا أنه الشخص كمان على التزام آخر وهو القيد في السجل التجاري حلوة وقلنا أنه القيد في السجل التجاري دوت بيتم فيه قيد أو تأييد يعني تدوين جميع البيانات التي تخص التاجر والمشروع التجاري يعني اسم التاجر وعنوانه وسنه ومحل ميلاده كل بيانات التاجر الشخصية والخاصة كمان كل البيانات التي تتعلق بالمشروع اسم المشروع عنوان المشروع عدد الأفرع لو كان ليه فرع في كذا مدينة أو كذا محافظة أو ليه كذا فرع في نفس المدينة أو نفس المحافظة طيب عدد الشرقاء وقلنا كمان أنه على التاجر أن يسجل في أو يدون في السجل التجاري كل تغيير يطرق على المشروع أثناء سير النشاط يعني احنا كنا أربع شركاء وبعدين خرج اتنين من الشركاء وتفضل اتنين فبيروح التاجر وبيسجل هذا التغيير اللي ترقى طيب كان تاجر واحد فتح المشروع كله وبعدين دخل معا أحد الشركاء بيروح برضو للسجل التجاري وبيقيد هذا التغيير اللي ترقى أي تغيير يطرق على المشروع بيتم تسجيل كمان قلنا أنه فوائد القيد في السجل التجاري قلنا ده ممكن يجي لنا سؤال على فكرة وممكن يجي سؤال مقالي يقولك ما هي فوائد أو المميزات اللي بيكون القيد في السجل التجاري أول حاجة أنه أداء إعلامية أنه أداء إحصائية أنه وسيلة اقتصادية لأنه بعرف منها حجم النشاط الاقتصادي في المجتمع وأقدر أزود أو أشوف الرجال الأعمال والاستثمارات في المجتمع متجهة لأنهي اتجاه أدعمه ونميه أو محجمة عن أنهي اتجاه أبدأ أدعمهم برأس المال اللازم بالتسهيلات اللازمة قلنا إعفاءات من الضرائب وكده علشان أقدر أوجه اتجاهات معينة شايفة أن المجتمع أو النشاط الاقتصادي في الدولة محتاجها ورجال الأعمال محجمين عنها نظرا لمسلا مجموعة من أنه بتحتاج رأس المال كبير لها موصفات صعبة بيحجموا عنها فالدولة بتخش ممكن تخش معهم كشريك علشان تدعم وترسخ إيه هذه إيه الأنشطة الاقتصادية اللي هي محتاجاها اللي الدولة محتاجاها لتنمية الاقتصاد في المجتمع طيب يبقى كل رحنا خدناه وعرفنا التاجر ممكن يعمل إيه والتزاماته إيه وشروط إيه طيب إمتى أقول أنه الشخص ده مؤهل علشان يكون تاجر لازم يكون عنده حاجة اسمها الأهلية التجارية طيب الأهلية التجارية دي هي اللي احنا بنقول عديد الوقت ده لا مش هي احنا قلنا أنه الأهلية التجارية أو سن الأهلية التجارية يختلف تماما عن سن الأهلية في القانون المدني فسن الأهلية في القانون المدني هو 21 سنة زي ما قلنا إذا بلغ الشخص 21 سنة ميلادية وهو عاقل بالغ رشيد بيكون عنده أهلية وبيمارس كل حقوق وتصرفات القانونية اللي هو عايزها يكون هو مؤهل لها إلا إذا اعترضوا عارض أو منع من موانع الأهلية أما سن الأهلية التجارية فهو بيكون 18 سنة ميلادية يبقى ده أقل من سن الأهلية في القانون المدني آه أقل من سن الأهلية في القانون المدني طيب ليه القانون التجاري ارتأ أنه ببلوغ الشخص هذه السن ولا يشوبه عارض الأهلية أو منع من موانع الأهلية بيمنعه وكان بالغ وعاقل ورشيد وعنده قدرة على ممارسة النشاط التجاري فهو بيسمح له بممارسة هذا النشاط يبقى أنا عندي هنا خلي بالك من جزئية مهمة جدا أنه سن الأهلية التجارية يختلف عن السن الأهلية في القانون المدني وده أحد الأسئلة اللي ممكن تجيلك ويقولك سن الأهلية تجاريها 21 سنة صح هو ولا غلط؟ لا طبعا غلط لأنه سن الأهلية 21 سنة سن الأهلية في القانون المدني هو صحيح هو سن النهائي للأهلية لو تلاحظ أنه أعلى وأكبر من سن الأهلية التجارية فأنا عندي هنا مصطلح مهم جدا في قانون التجاري اسمه القاصر ليه؟ لأنه عنده 18 سنة دوات مش بالغ مش كامل الأهلية هو لسه لا يزال في حكم القانون بصفة عامة هو قاصر ولذلك القانون التجاري كان دقيق جدا في تعبيراته القانونية وقال حاجة مهمة قال القاصر المأزول له بالإتجار يعني ممارسة التجارة والقاصر غير المأزول له بالإتجار وما قال لكش الشخص الكامل الأهلية ما قال لكش هو بالغ ما قال لكش هو لأنه لسه ما تمش ال 21 سنة دول خلي بالغ ولذلك هو لسه في نظر القانون قاصر ولكن القاضي من خلال رؤيته لهذا الشخص لو شافي ما يؤهله لممارسة التجارة وتكملة النشاط حيسمح له وإذا شافي أنه لسه غير مؤهل لصغر سنه حيقول لا أمش هيسمح له عشان كده عندنا المصطلح القاصر غير المأزول له بالإتجار يعني غير المأزول له بممارسة التجارة طب من اللي بيسمح أو يأذن أو ما يأذنش المحكمة القاضي هو اللي لما بيتم أنه بيشوف القاصر وبتكلم معاه بيشوف هل هو فعلا من خلال رؤيته ليه هل هو فعلا إنسان عنده رجاحة من العقل عنده اتزان عنده قدرة على أنه يبرم تصرفات بيع وشراء لأنه ده تصرفات تجارية مهمة جدا بيترتب عليها أمور مهمة جدا ويترتب عليها ديون والتزامات مالية وغيرها فهي أشياء مش سهلة ولذلك القاضي بيقرر إذا كان الشخص ده فعلا ممكن في خلال السن الزغيرة دي هو لسه قاصر يمارس التجارة أو لا هتقولي طب هو ليه إحنا مستعجلين يعني ما نستنى سن الأهلية في القانون ما ده إنه هو 21 سنة في بعض الظروف وبعض الحالات اللي فعلا بيبقى محتاجين فيها إن إحنا في الحالة دي القاصر اللي هو عنده 18 سنة يعرض على المحكمة عشان شوف هو يقدر يمارس العمل ولا زي إيه زي لو فيه شخص عنده نشاط تجاري وتوفى وترك ابن والابن ده عنده 18 سنة وإحنا محتاجين بقى نمشي الشغل اللي تركه الوالد المتوفي ففي الحالة دي لازم الصغير القاصر ده يورد على القادي هل هو هيقدر يستمر ويكمل شغل والده ولا لا فإذا استشف القادي من خلال رؤيته لهذا القاصر إنه عنده بقى من الرجاحة والاتزان وكده ما يؤهله إنه يكمل عمل والده بيأذن له بالإتجار وفيه بعض الحالات خلي بالك القادي بيعيل له رأس مال محدد بيعيل له بعض التصرفات لإنه في بعض التصرفات القانونية بتبقى ناقلة للملكية فهو في الحالة دي ممكن يبعده أو يستبعده من تصرفات القوية اللي ممكن تعمل نقل للملكية عشان يحفظ له على رأس ماله وأموال التي ورسها عن والده طيب يبقى إحنا كده مأزول له أو مش مأزول طيب إفرد إنه القادي لما شاف القاصر اللي هو عنده 18 سنة ده اللي هو سن الأهلية التجارية وبركز عليه عشان يبقى فاكرين الفرق بين سن الأهلية التجارية وسن الأهلية في القانون المدني إفرد لما القادي شافه لقى إنه لسه غير مؤهل إنه يستلم شغل والده التجاري وإنه ممكن لو استلم الشغل ده يتعرض لخسائر طيب إيه لها يبقى الحل ساعتها حيعتم تعيين ولي أو وصي من المحكمة لمباشرة العمل التجاري القاصر ده تم إنه ورثه من والده لحين إنه يبلغ سن 21 سنة طيب تم 21 سنة يعرض مرة أخرى على القادي فإذا استشف إنه كبر كفاية من إنه يقدر يستلم شغله بقى وتجارة والده حيتم تسليمه لها يبقى إحنا هنا عرفنا الفرق وعرفنا الفرق بين سن الأهلية في القانون عموما وسن الأهلية التجارية وعرفنا إمتى القادي يستلم أموال والده المتوفي على سبيل المثال وممارسة التجارة وإمتى لا فأنا عندي حالتين مهمين جدا في القانون ممكن يجيلي في سؤال مقالي ويتكلمني عن هذه الحالات التي يتم فيها القاصر استلام تجارته كمان ممكن يجيلي في سؤال موضوعي يعني زي سؤال صح وغلط إنه هل يجوز للقاصر ممارسة العمل التجاري الذي لم يبلغ سن الرجل هنا هقول إيه هقول أيوة صح الجواب صح ولكن أنا عندي الحالتين اللي احنا شرحناهم طيب نرجع مع بعض بقى نشوف ما هي عوارد الأهلية اللي بتمنع الشخص عموما من ممارسة نشاط أو من كمان العمل التجاري هنشوف أولا الحاجة عوارد الأهلية أنا عندي أربع عوارد بيمنعوا الشخص من ممارسة النشاط التجاري أو العمل لما يبلغ السن الأهلية اللي هو إيه أول حاجة الجنون تعريف الجنون هو إيه هو الطرف العقل يجعل الشخص فاقد التمييز وبالتالي فاقد الأهلية طيب نمرة اتنين عندي إيه عندي ألعته وهو خلل يصيب العقل ولكنه يختلف عن الجنون في أن صاحبه لا يكون في حالة هياج طيب عندي نمرة ثلاثة السفة وهو تبزير المال على غير مقتضى العقل فهو لا يصيب العقل بل يصيب التدبير إذن فهو في حقيقاتي خفة تعتري الإنسان تحمله على سوء التصرف نمرة أربعة عندي الغفلة وزو الغفلة هو الذي لا يهتدي إلى ما هو في صالحه حين يتصرف يبقى أنا عندي أربعة من عوارض الأهلية وخلي بالك العوارض دي مش بس ممكن تجيلي في سؤال مقالي يقول لي عرف الأهلية مع ذكر العوارض عوارض الأهلية عوارضها أو موانعها ولكن ممكن يجيلي كمان في سؤال أكمل من عوارض الأهلية كذا وكذا ممكن يجيلي نقطتين منهم بس أو يجيلي ثلاثة أو يجيولي الأربعة فإذن خلي بالك أنه ممكن الأسئلة تجيلي في صورة مقالية أو موضوعية طيب الأثار القانونية بقى المترتبة على عوارض الأهلية يعني دلوقتي في شخص يعتريه يعتريه أحد هذه العوارض طيب ده بقى إيه وضعه إيه تكييفه القانوني طيب عندي بقى نمرة واحد هنا هشوف حكم السفيه وزي الغفلة بيختلفوا عن العنصرين أو النقطتين الأولانيين اللي هم الجنون والعاتة طيب يبقى هنا عندي حكم السفيه إيه القانون بيعتبره إيه ناقص الأهلية ولا فقد الأهلية لا القانون بيعتبره ناقص الأهلية هل في فرق بين الناقص والفاقد للأهلية آه طبعا يعني ناقص الأهلية ده يعني يعني مش فقدها تماما ولكن في بعض الأسئلة القانونية مترتبة على بعض عوارض الأهلية بتبقى بتبقى ينطبق عليهم مش ناقص الأهلية ولكن فقد الأهلية طيب يعني إيه بقى ناقص الأهلية ناقص الأهلية ده أنا بعمله على أساس إيه قد يحجر عليه وقد لا لكن فقد الأهلية يحجر عليه طيب هاي قولك على حكمان أنه ناقص الأهلية دوت بيعتبر تصرفاته هل بتعتبر لاغية قانونا؟ لا مش كلها بتعتبر لاغية قانونا وللقانون بيبقى بيخليه قابل للإبطال بيبقى قابل للإبطال لمصلحته وليس ضد مصلحته فأنا بعتبر يعني القانون بيعتبر تصرفات السفيه وزي الغفلة تقع في حكم تصرفات الصبي المميز والصبي المميز دوت يا أولاد اللي هو بيبدأ من سن كامل وفاكرين من سن سبع سنوات في بعض التصرفات بيمشيها قانونا وفي بعض التصرفات القانون بيجعلها قابل للإبطال وده بيبقى لمصلحت الشخص خلي بالك أنه كل اللي احنا بنقول عليه دوت احنا مش بنقلل من قيمة هؤلاء الأشخاص ولكن القانون بيحاول حماية هؤلاء الأشخاص من أنهم يتعرضوا لبعض الأشخاص سيئ النية اللي بيستغلوا هذه ما يشوبهم يعني أحد هذه العوارض في الأهلية ضدهم أنهم ممكن ياخدوا منهم حاجات أو يبرموا تصرفات قانونية مش في صالحهم أو مش في مصلحتهم طيب نمرة اتنين بقى من الأثار القانونية دي ايه؟ منح القانون لسه فيه الأهلية فيما يتعلق بأعمال الإدارة بشرط أن يؤذن له في أمواله لإدارتها بالحصول على إذن المحكمية هنا أنا عندي السؤال بيتكلم عن ايه؟ هيقول لي أذكر الأثار القانونية المترتبة على السفي وزي الغفل هيبع عندي أول أثر هقول أنه القانون بيعتبره ناقص الأهلية وتصرفاته بتأخذ حكم تصرفات الصبي المميز فتكون قابلة للإبطال لمصلحته ده نمرة واحد نمرة اتنين هقول له أنه القانون بيسمح للسفي بأنه يقوم ببعض التصرفات المتعلقة بالإدارة فقط بشرط أن يؤذن له في أمواله لإدارتها يبقى المحكمة بتأذن لهذا الشخص في أنه يدير أمواله ولكن بيبقى له الأعمال خاصة بالإدارة وممكن كمان يكون معاه حد بيساعده في هذه الأعمال والتصرفات طيب نمرة ثلاثة هي إيه بقى؟ بيقول لي أنه يترتب على إصابة الشخص بيعرض مع ورد الأهلية قيام المحكمة بتعيين قيم زي ما قلت لك يتولى إدارة أمواله القيم ده ممكن تكون المحكمة بتقول أنه لتنين يتشاركوا مع بعض في اتخاذ القرارات فإذا وجدوا أنه هم القرارات اللي واخدينها يعني واخدينها في نفس الاتجاه يتم أنه القرار يمشي أما إذا اختلفت إرادة الشخص مع القيم عليه بيتم اللجوء للمحكمة بتشوف القرار ده صح ولا غلط يعني هل حيترتب على القرار ده خسائر ولا لا إذا ما كانش هيترتب عليه خسائر المحكمة بتأذن بهذا التصرف وإذا كانت ترتب عليه خسائر فالمحكمة لا تأذن به طيب نمرة بعد كده عندي حاجة اللي هي موانع طيب احنا كده خلصنا عوارد الأهلية موانع الأهلية هي ايه؟ أول حاجة للحكم بعقوبة جنائية أو أنه يكون في عاها مزدوجة أو أنه الغيبة دي تلت موانع من الأهلية بتمنع الشخص من أنه يمارس عمله التجاري بنفسه لوحده طيب الحكم بعقوبة جنائية يعني ايه؟ هي بيحرم المحكم عليه بعقوبة جنائية من إدارة أمواله وتبقى للمادة 25 من قانون العقوبات وإدارة أموال بيحرم منها برضو خلال مدة اعتقاله يعني لو هو محكم عليه بعقوبة سليمة للحرية في خلال هذه المدة لا يكون في استطاعته إدارة أمواله تمام كده؟ وبيتم غلي يده عن إدارة أو تصرف في أمواله طول ما هو في فترة اعتقاله كمان بتقول عدم جواز تصرف في هذه الأموال إلا بإذن المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته لأنه الشخص المحكم عليه يولاد بعقوبة جنائية بيعتبر ناقص الأهلية لحد ما يخلص الحكم اللي هو محكم عليه به جميل قوي يبقى ده أول مانع من موانع الأهلية المانع الثاني بقى من موانع الأهلية هو إيه؟ الغيبة يعني إيه الغيبة؟ شخص غائب إحنا مش عارفين الشخص دوت بقاله فترة غائب وإحنا مش عارفين لم ينتيقن من حياته أو موته أو ممكن يكون حي ولكنه خارج البلاد لا يستطيع أن يتولى إدارة شؤون أمواله بنفسه طب في الحالة دي هنعمل إيه؟ في الحالة دي بقى القانون بيعين شخص يكون نائب عنه في تولي إدارة أمواله ولحين إيه؟ عوداته ده شخص طالد غبته وإحنا مش عارفين يا إما عندي حالتين لم نتيقن من موته أو حياته أو في حالة أنه هو يغلب الظن عليه أنه هو مات وفي حالة لأ إحنا عارفين أنه هو عايش ولكنه برا خارج البلاد بعيد ولذلك نظرا لأنه غيابه في الخارج لا يستطيع أنه يتولى إدارة أمواله بنفسه طيب شوف بقى معايا كده الغائب هو كل شخص غاب عن وطنه ولكن حياته مؤكدة إلا أن محل إقامته غير معلوم اللي هو محل إقامته في الخارج يعني يا إما غير معلوم يا إما معلوم ولكنه خارج البلاد خارج الوطن بحيثه يستحيل أن يتولى إدارة شؤون نفسه شؤون نفسه لذا تعاين له المحكمة نائبا يتولى إدارة أمواله إذا طالت غيبته سنة أو أكتر الحكم بالغيبة بينطبق إيه يشترد فيه مدة سنة أو أكتر ما لم يكن قد ترك وكيلا عنه ممكن الشخص يكون في الخارج ويسايب وكيل عنه يدير أمواله طيب يفرض هما في الخارج وما سابش وكيل يدير أمواله عنه أو بالنيابة عنه يبقى المحكمة في الحالة دي هي اللي هتعاين له نائب يتولى إدارة أمواله عنه لحين عودته من الخارج أو من الغيبة اللي هو فيها طيب العاهة المزدوجة أو العجز الجسماني الشديد وأحد موانع الأهلية طيب يعني إيه يعني شخص عنده عاهة مزدوجة أو عجز جسماني شديد بحيث لا يستطيع أنه يأمن خلق يعني نظرا للعاهة اللي هو فيها أنه يمارس نشاطه التجاري بنفسه زي شخص تجتمع عليه إصابتين أو عاهتين مع بعض يعني مثلا ممكن شخص يكون أصم وأبكم في الحالة دي ده على سبيل المثال يعني لا يستطيع أنه يمارس عمله بنفسه ولذلك بيتم تعيين مساعدا قضائيا لهذا الشخص بيساعده في أداء تصرفات القانونية ومباشرة وإدارة أمواله طيب شوف بقى القانون بيقول عنها إيه؟ بيقول أجازة القانون للمحكمة الحسبية أن تعين مساعدا قضائيا للشخص الذي يصاب بعاهتين من ثلاثة وهم الصمم أو البكم أو العمى أو إصابته بعجز جسماني شديد يخشى معه انفراده بمباشرة أعماله في الحالة دي بيعين مساعدا قضائيا للشخص من قبل المحكمة المختصة وبيقوم بمساعدة الشخص في أداء تصرفات القانونية زي ما قلنا أو إدارة أمواله معاه طيب السؤال هنا بقى بيقول إذا كان العاجز يكتسب صفة التاجر فيما يبرمه من تصرفات بمساعدة يعني حد معاه إلا أن التساؤل يصور هنا في حالة إذا ما خالف المصاب بعاهة قرار المساعد وانفرد بالأعمال التي تقررت المساعدة بشأنها يعني السؤال ده هو قصد يقول لي هنا أنه دلوقتي المحكمة عينت مساعد قضائي بيساعد الشخص المصاب بعجز جسماني شديد أو بعاهة مزدوجة في أداء تصرفات القانونية الخاصة به طيب دلوقتي لو انفرد الشخص المصاب بعاهة ده في اتخاذ قرار وخالف الشخص المعين من المحكمة ومخاص بمساعدته طيب حيبقى دلوقتي التكيف بتاحها إيه طيب الرأي الراجح بقى أنه المحكمة هتاخد بمصلحة مين هتاخد بمصلحة الشخص اللي هو المصاب يعني مش هتاخد طبعا مش هتستبد برأي المساعد دي المساعد القضائي دوت هو بس شخص بيساعده في أداء عمله طيب هو استبد بالرأي أو اختلفه في الرأي بقى الرأي بقى ساعتها المحكمة حيُعرض الأمر كله برمته كده على المحكمة المحكمة هتشوف زي ما قلنا في أول الحلقة هذا التصرف إذا كان التصرف ده في مصلحة الشخص المصاب بهذه العاية أو هذا العجز هتكره وتمشيه وإذا كان مش في مصلحته وحيؤدي به لوقوع خسائر فالمحكمة هتلغي التصرف لأن العبرة زي ما قلت هنا فإن أنا مش بقيد من حرية هذا الشخص أو بقلل منه أو بقلل من قدره ولكن كل ده المحكمة أما بتعين ليه مساعدة أصدها تساعده في اتخاذ القرارات الصحيحة وإحنا ما بنقللش والمحكمة والقانون التجاري لا يقلل أبدا من قدر هؤلاء الأشخاص ولكن زي ما قلت أول الحلقة المقصود هو حمايتهم من الغير سيئ النية اللي ممكن يستغلوا هذه العهات أو هذه الإصابات في أنه يبرموا معاهم صفقات تؤدي بيهم إلى خسار يبقى إحنا كده خلصنا من الجزئية دي وعرفنا الأهلية عموما هي إيه يبلغ الشخص سن 21 سنة الأهلية التجارية هي إيه يبلغ الشخص 18 سنة وعرفنا أنه في الحالة دي مش هيبقى كامل الأهلية حيلا يزال قاصر ولكن إذا المحكمة رأيت أنها تأذله بالتجارة حيشتغل في التجارة إذا رأيت أنه لسه فمعندوش رجاحة عقل والتزان يؤهله لموس التجارة لن تأذن له إلا بعد أن يتم سن 21 سنة جميل جدا دلوقتي بقى هنا هنقول التكييف القانوني للفترة الواقعة من سن 18 لحد سن 21 سنة دي فترة اللي إحنا شرحناها من شوية بص هنا بيقول معي إيه يكون أهلا لمزاولة التجارة مصريا كان أو أجنبيا من أكمل سن 18 سنة بالشروط المقررة من قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسياته وذلك بعد الحصول على إذن المحكمة المصرية المختصة وزي ما قلت قبل كده إنه إحنا مش مطالبين بحفظ نص المواد القانونية ولكن إحنا بس بنفهمها وبنكتب على أساس اللي إحنا فهمناه منها أنا عندي هنا بفرق بقى بين حالتين في السؤال ده أنا بفرق بين حالتين بفرق بين المصريين والأجانب طيب أولا بالنسبة للمصريين القانون بتاع الولاية على المال إحنا خدناه قبل كده بيقول إنه لا يجوز للقاصر سواء كان مشمولا بالولاية أو بالوصاية أن يتاجر يعني إلا إذا بلغ سن 18 سنة من عمره وأزنت له المحكمة في ذلك إذنا مطلقا أو مقيدا وإحنا خدنا أول الحلقة قلنا إنه الإذن ممكن يكون بمباشرة كل الأعمال التجارية بكل التصرفات التجارية المتاحة ليه بأي مكان رأس المدى اللي هو بيعمل فيه ده اسمه الإذن المطلق أما الإذن المقيد فهو إنه القاضي بيحدد له رأس مال معين لا يستطيع تجاوزه بيحدد له أعمال قانونية أو تصرفات قانونية معينة لا يجوز إنه تصرف غيرها زي مثلا لما قلنا في حالة سابقة إنه في حالة السفيه إنه بنعمله كمعاملة الصبي المميز وإنه القانون بيسمح له أو المحكمة المختصة بتسمح له بالتصرفات الإدارية فقط في مشروع التجار طيب جميل أو هنا بقى بيعرف لك إيه الإذن المطلق وإيه الإذن المقيد الإذن المطلق يعني أن تأذن المحكمة للقاصر بالإتجار دون تحديد مبلغ معين زي ما قلنا ويجوز له الإتجار ولا بتحدد لهش نوع تجارة معين يعني أي نوع تجارة هو عاية طرق عام مش بس للقاصر ده أو لغيره ده للكل إنه تكون التجارة إيه مشروعة طيب في الإذن المقيد بقى إن المحكمة حين تصدر إذن للقاصر بالإتجار تقيده بمبلغ معين زي ما قلنا وبيتقيده بنوع تجارة معين أو نوع أعمال معينة ما يقدرش يخرج عنها طيب إيه الأثار القانونية بقى للإذن للقاصر بالإتجار ده ممكن جيلك سؤال لوحده بيقولك ما هي الأثار القانونية للقاصر المأزول له بالإتجار طيب نمرة واحد إذا أصدرت المحكمة إذن للقاصر بالإتجار بترتب على ذلك إيه إنها بتعتبره كامل الأهلية رغم إنه هو خلي بالك من نقطة جوهرية جدا هو لسه لا يزال إيه قاصر لأنه هو دلوقتي القاصر المأزول له بالإتجار ده وتعنده كم سنة؟ تمام عنده لسه عنده 18 سنة فهو لم يتم سن الرجد المحكمة مجازا اعتبرت إنه كامل الأهلية تمام كده يبقى ده أحد الآثار القانونية الهامة جدا اللي إحنا من أول الحلقة عاملين نقول نخلي بالنا بس إنه فيها دقة كده بين الأهلية في القانون المدني والأهلية في القانون التجاري إنه المحكمة في الحال دي تعتبروا إنه كامل الأهلية ويبقى إيه كمان من الأصار القانونية إنه بكتسب صفة التاجر وبالتالي يلتزم بكل التزامات التجارية المفروضة على التاجر إحنا قلناها أول الحلقة إنه يكون عنده دفعات التجارية إنه يكون عنده قد في السجل التجاري لازم وكمان إنه ممكن يجري عليه شهر الإفلاس لو تعصر ماليان أو حاجة كمان بقى بص نقطة مهمة جدا بقى يحق للمحكمة سلب القاصر الإذن لازم منحته إياه أو الحد منه إذا أسأت تصرف أو قامت أسباب يخشى معها على استمراره في التجار طيب الجزئية دي مهمة جدا هل الإذن اللي بتدي المحكمة للقاصر بالإتجار ده إذن أبدي يعني طالما اخده خلاص كده مش هينفع إنه ينسحب منه وهيتم سن الرشد وهو بي لا طبعا ممكن تسحب المحكمة الإذن ده إذا لقيت من خلال سر العمل اللي مشي بيه في أداء الأعمال التجارية وتصرفات التجارية بيدر بيه وبإتجارته فبتسحب هذا الإذن إيه مرة تانية يبقى دي كان أحد أهم الأثار القانونية اللي بتترتب على إنه المحكمة بتدي إذن للقاصر بالإتجار فده ممكن يجينا سؤال لوحده هتقول إنه بتعتبره في الحالة دي كامل الأهلية إنه بيبرم كل التصرفات وإنه بتنطبق عليه صفة التاجر وبالتالي تنطبق عليه كل تسري عليه كل الأحكام الخاصة بالتاجر من إمساج دفات التجارية من القدف السجل التجاري من جواز شهر إفلاس وفي حال تعصره ماليا وكمان يجوز سحب إذن المحكمة إذا كان مهمل في تجارته في الحقيقة إحنا في حلقة النهاردة رجعنا على جزء الأهلية والفرق بين الأهلية في القانون المدني والقانون التجاري ونتمنى إنه نكون بمراجعتنا دي حطينا القناة ضوء على بعض النقاط الهمة في المنهج إلى أن نتقي مرة أخرى في حلقة جديدة كنت معكم سماح الزاوي شكرا وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة